النظام المصري من 2014 وهو عنده قناعة تامة بان الاستثمار المكثف في البنية التحتية والمشاريع القومية الكبرى هي افضل شيء للبلد وده اصبح شيء راسخ عند الحكومة المصرية وليه شواهد كتير جدا وبالتالي مكينة الاقتراض ما بتتوقفش لان عجز الموازنة المصرية مستمر مع ضخ كل الاموال دي في المشروعات العملاقة والعقارات والحاجة اللي احنا بنشوفها في مصر حاليا وده اللي وصلنا لان الديون الخارجية الان وصلت لـ 162.9 مليار دولار في نهاية عام 2022 بزيادة 17.4 مليار دولار تقريبا خلال العام اللي فات بس بنموه حوالي 12% عن عام 2021 بحسب برضو بيانات وزارة التخطيط ارتفع الدين الخارجي لمصر 5.5% وده خلال الرابع الاخير فقط من العام اللي فات مقابل 154.9 مليار دولار بنهاية سبتمبر اللي فات وده ارقام زيادة الدين الخارجي من اول 2018 لحد ديسمبر 2022 زي ما احنا شايفين قدامنا على الشاشة الادين الخارجي بتاع مصر من 96.8 في 2018 في 6 سنين بس في 2022 ووصل لمية 62.9 من عشرة وفي فبراير 2022 الازمة الاقتصادية كبرت نتيجة خروج الاموال الساخنة من مصر بشكل كبير جدا واللي كانت للأسف نتيجة للسياسات الخاطئة والتقديرات الخاطئة من النظام اللي وصلتنا لحافة عجز كامل في مارس 2022 ولولا تدخل الخليج بـ 14 مليار دولار في وقتها كان زماننا شفنا انهيار شبه كامل وروحنا لصندوق النقد اللي تقديرات النظام برضو قالت انه المخلص للأزمة المصرية الحالية لكن النظام للأسف رجليه غرست اكتر واصبح مش عارف يسدد الديون فطرح ازون خزانة للبيع لكن المفاجأة بقى كانت انه ما بعش غير اقل من 1% بس من اللي طرحه من الأزون والسندات اللي كان ناوي انه هو يباحها وده ذكرته وكالة بولمبيرج انه مصر باعت سندات بكيمة 35 ألف دولار فقط وده نسبتها حوالي 4 من 100% من 3 مليار جنيه من الديون اللي مصر عرضتها او اللي كانت معروضة من مصر وده بيعكس حالة القلق اللي موجودة عند المستثمرين وعدم ثقتهم في الجنيه المصري ولا في الاقتصاد المصري من اساسه وعشان كده شفنا زيارة السيسي الخمستاشر منذ الانقلاب او منذ اللي حصل في 2013 للسعودية عشان يجري مباحثات سياسية واقتصادية واللي وصفت بالهمة لخلاص مصر من ازمة قادمة لكن يبدو كده ان السيسي رجع ايد وراء ويد قدام وده على حسب تقرير مهم لصحيفة وولستريت جورنال عن زيارة الحد اللي فات وقالت فيه ان الخليج رافض يضخ اي فلوس في البلد دون تحقيق بعض الشروط وحسب كلام الصحيفة ان زيارة السيسي المفاجأة للسعودية يوم الحد اللي فات كانت لطلب الحجد المالي لمصر ورجع بدون اي وعود او مساهمات مالية فاعلة ممكن تساعده في الازمة اللي هو موجود فيها حاليا السعودية اشترطت بعض الاشتراطات منها تخفيض قيمة الجنيه المصري اللي بتأتي على رأس قائمة طلبات الخليج ودول الخليج كمان طلبت من الجيش المصري انه هو يقلص مشاركته في الاقتصاد المصري لصالح دور اكبر للقطاع الخاص ودي طبعا خطوة هتسمح للشركات الخليجية انها تستحوذ على حصص في قطاعات النمو المصرية واخيرا برضو دور الخليج عايزة قيادة اكثر فاعلية لادارة شؤونها المالية بعد سنوات من المخاوف بشأن سوء الادارة والفساد اللي كانوا موجودين في مصر على الفلوس اللي راحت وللأسف ما استخدمتش في اي حاجة المؤشرات الاخيرة الاوضاع الاقتصادية تفاعل معها المصريين فعمر مثلا قال ان دور الخليج سعدت مصر سنين طويلة وكتر خيرهم بس احنا لازم نساعد نفسنا ونعمل اصلاحات لنفسنا محمد صالح برضو قال واضح ان السيسي نسى ان اخر قرض من البنك الدولي كان بضمان دور الخليج يعني هذا اتفاق دولي لا مجال فيه للفهلوة المصرية والحركات دي الخليج والبنك الدولي متفقين بانه لا مناص من اصلاح اقتصادي في مصر بكل حزن امل برضو قالت مفيش حد هينقز مصر غير المصريين لما يبطلوا تواكل وخنوع الخليج مش عايز ينقز مصر وهينقزها ليه لازم جسد مصر المريض يفضل في الانعاش كده هم هيفضلوا متطمنين احمد برضو قال كل يوم بيعدي المشكلة بتكبر اكتر والنظام ما بين نارين يتخفيض سعر الجنيه الضروري وتهديد استقرار الحكم تهديد استقرار الحكم واحتقان الشارع وخصوصا والانتخابات على الابواب او خسارة تحولات العاملين بالخارج وخسارة الاستثمارات الخالجية يعني كل بيع الاصول ليس للخروج من الازمة فقط بل لتجنب التعوين باي شكل في تلك الظروف السؤال الهام بقى وده اللي سألوا حساب باسم مودي او مجدي بيقول السؤال الهام هو اين ذهبت هذه الاموال الضخمة ولم نجد له اجابة حتى الان البلد تدار كأنها طابونة ولا يسألوا عما يفعلون وكأنها اسرار ممنوعة الاقتراب او التصوير وهنا بيتكلم عن الفلوس اللي جات قبل كده من الخليج عصفة الصحراء بتقول بصراحة كانت ترخير السعودية بأمانة خاد منهم فلوس تبني قارة كاملة مش دولة وبرضو ما احترمش شعبه ولا كان فيه قيادة اقتصادية قوية لذلك انا مصري وبقول الخليج عنده حق اخر تعليق معنا من جنة اللي قالت تعنت الجيش المصري او تعنت الجيش المصري من الاصلاح الاقتصادي وضرورة اخراجه منه يبين من يعمل لمصلحة البلد المستفيد الاول لبقاء الجيش في الاقتصاد هو السيسي ورفاقه بالجيش من عمولات وتوزيع مكاسب مالية بينهم ولا يوجد هدف اخر يمكن ذكره دي كانت تعليقات الناس على موضوع الازمة الاقتصادية اللي موجودة في مصر حاليا واشتراطات الخليج او بعض اشتراطات الخليج عشان يساعد مصر في الازمة الحالية وهنطلع دلوقتي من مصر ونروح للكيان المحتل ونروح لاخوتنا فلسطين ونشوف ايه اللي بيحصل معهم